اشتركوا في القناة لمحزون فقد الوطن خليفة بن سلمان كان رمزا وسيبقى اثره مرصعا من ذهب في كل زاوية من زوايا اعماله كان نتاج سنوات طوال من الجهود والعمل الدؤوب شيد خلالها جسور التعاون اقليميا وعالميا عززت من حضور مملكة البحرين من خلال تبني سموه سياسة خارجية تتسم بالتوازن والعقلانية بفضل حنكته ونظرته الثاقبة وتعد زيارات الامير خليفة بن سلمان الاخوية الى دول مجلس التعاون وما تشهده من مباحثات ولقاءات خير برهان على ما تحظى به مملكة البحرين من محبة ومكانة حاملا رسالة محبة لكل ما فيه عزة وكرامة العرب والمسلمين وزيادة وحدتهم وتكريس وجودهم كقوة عالمية لها ثقلها السياسي والاقتصادي تجسد عمق العلاقات الاخوية بين دول مجلس التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة واحتلت الدول العربية ايضا مكانة مهمة في تحركات سموه اذ حرص الامير خليفة بن سلمان رحمه الله على تعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة ضمن رؤية تدعم التضامن والتكامل العربي في مواجهة التحديات حرص فقيد الوطن على توطيد علاقات التعاون بين مملكة البحرين ومختلف الدول الاسيوية والافريقية والاوروبية والامريكية انطلاقا من رؤية شاملة تنبثق من التأكيد على الاحترام المتبادل والسعي من اجل تحقيق المصالح المشتركة وكان الامير خليفة بن سلمان رحمه الله دائما التواصل واللقاء بكبار المسؤولين وسفراء الدول وتشكل زيارات سموه العديد لدول القارة الاسيوية ومنها تايلاند والفلبين وسريلانكا والهند وماليزيا والصين وسنغافورة وغيرها الية مهمة تعتمد عليها سياسة مملكة البحرين الخارجية والتي في اطار حرص الحكومة على ان تصب نتائج هذه الزيارات في كل ما يخدم المصالح المشتركة الامير خليفة بن سلمان رحمه الله اكتسب بفضل رؤيته وسعيه الدؤوب لتعزيز علاقات البحرين الخارجية احترام وتقدير المجتمع الدولي وكان منح سموه الجائزة الاوروبية للشخصية العالمية بالعلاقات الدولية لعام 2013 لا تغطي الا جزءا يسيرا من عطاءته وصف حينها بشخصية الاستحقاق والتميز المطلقة في مجال العلاقات الدولية الحديث يطول وصفحات مسيرة نصف قرن لا تنتهي لما تحمله من مواقف مشرفة سجلها التاريخ وهي مواقف اتسمت بالعقلانية والشجاعة والايمان باهمية العمل الجماعي الدولي في حماية حاضر ومستقبل البشرية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة